موسيقى بالنسبة للموضوع المتعلق بهذه الفاجعة من نقعة هذه الفاجعة يجب أن نعترف ويجب أن نتفق بداية بأنها هذه فاجعة التي طلبت تدخول ديالدولة نحن نميزه الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومة المجتمع المدني السلطات الجيش الوقاية المدنية الدرك الملكي الأمن الوطني جميع مؤسسات الدولة تعبأت من أجل التخفيف من الهول هذه الفاجعة من أجل مساعدة المتضررين من أجل الوقوف إلى جانب الساكينة تقديم الخيام الواجبات الغذائية المصالح ديالوزارة الصحة كانت أيضا معبأة المصالح ديالوزارة الداخلية أيضا كانت معبأة فيجب أن نتفق أولا على مستوى التدخول درمشي الحكومة بحدها الحكومة جزء من هات الفاعلين الذين تدخلوا فبالتالي الحكومة اشتغلت وفق واحد التوجهات كانت واضحة جدا أنها تشتغل من أجل تنفيذ التوجهات اللي جات في البلغ ديال الدول الملكي وأنا لا أعتقد بأن في الأزامات هناك وقت لتسابق ما كانش بالعكس والوزارة اللي قنقصهم يمشي وراهمشوا وهذا موضوع يجب أن نتفق وندققوا فيه المصطلحات لأن ما يهمنا هو أن الحكومة تكون بالفعالية وبالنجاعة باش تقدم ذلك اللي مطلوب منها اللي كان خصو يمشي يمشي ومشى وكان الوزارة آخرون ذهبوا وتنقلوا منهم وزير التربية الوطنية اللي كان البارح في مركش وكان أيضا في أسني وكان وقفوا على مجموعة ديال الأمور المرتبطة بالظروف اللي كيقروا فيها هاته التلاميذ وهاته الطلبة فأنا اللي كيهمني فضل اللحظة هذي هو أنه بلادنا نجحات كدولة هذا مهم جدا نشوفوش قضايا وحدة أخرى هامشية هذا هو الموضوع الأساسي والمحوري هو أن بلادنا نجحات بقيادة جلالة المالك بفضل تعبئة ديال جميع السلطات جميع الأجهزة بفضل تآزر التضامن ديال المغربة المغربة اللي هبوا كلهم من جميع المناطق وتعبأوا شفنا ذاك الحجم ديال التضامن المنقطع الناظر اللي أصبح اليوم مضرب ديال نحن دول عديدة سيد رئيس الحكومة اجتمع في إطار الليجنة البين ويزارية اللي يعطى جلالة المالك توجيهت ديالها اشتغلت قامت بما يجيبه العمل اللي غستقوم به قمنا باجتماع مباشرتان من بعد الفاجعة بتوجيهت من جلالة المالك وتم يعني الإعلان على الحساب ومشا المرسوم للبرلمان وتم يعني الإخبار للجناتين بالفتح دياله هذاك الحساب الخصوصي تم أيضا العمل على البرنامج شموليتو لمرتبط بهذه المناطق كلها كانت اجتماعات كان عمل ميداني محلي كان وقف إلى جانب الساكينة أنا أعتقد بأنه بلادنا نجحت والمهم هو أنه المغرب نجح وهذا هو العنوان الذي يجب أن نحتفظ به جميعا ويجب أن ننتبه لكي نحافظ على هذه المكتسبات رأي ما زال ما زال لم ينتهي العمل المطلوب محليا يلا نطلق فوتنا لمرحلة الأولى اللي كان فيها صعوبات اللي كان فيها ألم اللي كان فيها يعني واحد نوع ديال الحزن الحمد لله الجميع تعبئ الآن مرحلة الثانية هي مرحلة البناء هي مرحلة كيفاش نعيد الحياة لهذه المناطق كلها المتضررة بسرعة ولكن مش فقط السرعة ولكن أيضا بفعالية وبنجاعة وباش هذه المناطق هذه تكون عندها واحد القدرة على أنها تملك مقومات اقتصادية حقيقية من أجل أن تساهم واحدة مساهمة كبيرة في النتيجة داخل الخام وهذه الناس هدو يعيشوا في كرامة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع توصول اجتماعي اشتركوا في القناة